في يوم من الأيام وجد مجموعة من الأصدقاء حبة فرولة فقالت العصفورة سيو 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 حبة الفرولة هذه تبدو طازجة ولذيذة إنها لي فقال الضفدع انتظري انتظري أنا أيضا وجدت حبة الفرولة فلما تأكلينها أنت فقالت العصفورة سيو 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 لأنني أجمل منك وأكبر منك فأنا أستحقها فقال الضفدع ولكن أنا وجهي مضحك عندما أنفخ فمي أو أخرج لساني الطويل إذن أنا أستحقها فقال الفأر بندق وماذا عني أنا أنا صغير وأستحق هذه حبة الفرولة ثم فكر قليلا الفأر بندق وقال حسنا حسنا لدي فكرة علينا أن نقوم بعمل مصابقة والفائز يحصل على حبة الفرولة كجائزة فما رأيكم؟ فوافق الجميع فقال الفأر كلبالة حسنا فلتكون المصابقة عبارة عن صباق للأسرع فأنا أستطيع أن أجري بسرعة فقال الضفدع أؤأ 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 لا بل تكون مصابقة في القفز فأنا أستطيع أن أقفز هنا وهناك وأقفز عاليا فقالت العصفورة سيو 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 لا بل تكون مصابقة للوصول لمكان عالي فأنا أستطيع الطيران فقال الفأر تيمور لا 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 بل تكون مصابقة رسم فأنا أستطيع أن أرسم رسومات جميلة فقال السنجاب لا 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 بل تكون مصابقة فوازير فأنا أستطيع أن أعرف ماذا يوجد داخل الحقيبة بدون أن أفتحها فقال الفأر بندق حسنا حسنا اهدأوا قليلا ستكون مصابقة في الجاري والقفز والطيران والرسم وعمل وجوه مضحكة وفوازير ومن يصل لخط النهاية أولا يكون الفائز ويحصل على حبة الفرول اللذيذة وأنا سأكون الحكم هل أنتم مستعدون؟ واحد اثنان ثلاثة هيا وأول مصابقة كانت القفز فوق جزع شجرة فالفأر كالبالة لم يقفز فوق جزع الشجرة وإنما جرى سريعا حولها والعصفورة طارت فوق جزع الشجرة والضفضع قفز بسهولة فوق جزع الشجرة والسنجاب تزحلق فوق جزع الشجرة أما الفأر طيمور فقد مر من أسفل جزع الشجرة وعندما بدأوا في مصابقة الرسم لم يستطيع السنجاب الرسم ولكن الفأر طيمور أنهى رسمته سريعا وقال للسنجاب دعني أساعدك يا صديقي وفي المصابقة التالية ألف الزورة في تخمين ماذا يوجد داخل الحقيبة لم تستطيع العصفورة تخمين ماذا يوجد بداخل الحقيبة فساعدها صديقها السنجاب لأنه يحب هذه اللعبة وفي مصابقة عمل وجوه مضحكة لم يستطيع أي من الحيوانات عمل وجه مضحك ولكن صديقهم الضفضع علمهم كيف يفعلون ذلك ولأنهم أصدقاء كانوا يساعدون بعضهم البعض ولذلك وصلوا إلى خط النهاية سويا فقال الفقر بنضق بسعادة أحسنتم أحسنتم أنتم جميعا نتميزون وتستحقون الجائزة حبة الفرعولة ستشاركونها سويا وتأكلونها سويا وفجأة وجدوا أن صديقهم الحلزون يأكل حبة الفرعولة فقال السنجاب لماذا تأكل حبة الفرعولة وأنت حتى لم تشارك في المصابقة بل أنت أبطأ واحد فينا جميعا هذا ظلم هذا ظلم فقال الحلزون اهدأ يا صديق السنجاب المصابقة تقول أن تصل إلى خط النهاية أولا وإذا اتبعتم أثري على الرمال ستجدون أنني زحفت إلى خط النهاية دون الاشتراك في أي مصابقة فضحك الأصدقاء وقال تيموع إذن لم نكن نحن الأفضل في أي شيء وضع مجهودنا هباء فقال الحلزون لا يا صديقي بل أنتم الأفضل فهذه المصابقة أثبتت أنكم أفضل أصدقاء لأنكم كنتم تساعدون بعضكم بدلا من أن تنافسوا بعضكم ففرحوا جميعا واحتضنوا بعضهم البعض لأنهم بالفعل أصدقاء حقيقيون وبذلك يا أصدقاء نتعلم أننا إذا كنا متميزين في شيء يجب أن نعلم الآخرين كيف يقومون به مثلما ساعد الضفضع أصدقاءه في عمل وجوه مضحقة وساعد السنجاب أصدقاءه في الفوازير وساعد الفقر طيمور أصدقاءه في الرسل فقولوا لي يا أصدقاء هل أنتم متميزون في عمل شيء وتستطيعون أن تعلموه أصدقائكم في يوم من الأيام وجد مجموعة